وإحنا بنستقبل ديوفنا الأفاضل إحنا مدركين أنه كل المجتمع حواليه مش قادر أقول كل الناس لكن في كل أزمة ومشكلة في المجتمع بتظهر فرصة عظيمة اسمها شخص بيفكر وبين مئات الأشخاص اللي بيفكروا بتظهر شخص جميل جدا ومتميز أنه بيحاول أو بيجتهد أو بيخرج بحل للأزمة عشان كده إحنا طول الوقت دايما نقول أنه الأزمة مش في الأزمة نفسها الأزمة لما بنقف عندها وما نبقاش قادرين نقدم حلول لها إذا كان سعادتنا بمؤتمر المناخية كبيرة جدا جدا لكن سعادتنا أكتر أنه على هامش هذا المؤتمر ظهرت كتير من المشروعات الوطنية اللي بتقدم حلول حقيقية بيئية ومستدامة في نفس الوقت بنرحب ومتشرفين أنه معنا النهاردة دكتورة مرو أحمد مؤسسة مشروع ملاد آمن للحياة البرية أهلا بيك دكتور أهلا بيك كيف عمنا؟ نورانا والأستاذ عطاء جاد الكريم مؤسس مشروع بنك المخلفات المصري نورنا أستاذ أهلا بيك هبدأ مع حضرتك بقى أستاذ عطاء تفضل عشان أنا بنك المخلفات دي إيه؟ يعني إلي يكون حلم قديم أنت اللي هتحقق هل إن شاء الله هي تعرف أنا عندي زم بكده كل ما حط حاجة في البسكت؟ أقول إيه أنا عايز أعمل فصل المخلفات تشتغل على ده؟ بزيزي ولا على حاجة تانية؟ على أشمل من كده طبعا حاجة كبيرة حلوة بقى أحكي بتعمل إيه بقى؟ هو إحنا هي بنك المخلفات زي ما شرحت حضرتك وفعلا إحنا متجهين ناحية المخلفات بس المخلفات بكل أنواحها بشكل شامل المخلفات البلدية المخلفات العضوية المخلفات الزراعية وانت بسميها بنك؟ هي بنك بالفعل لأنه هي فكرة المشروع أو وصف المشروع هو عبارة عن مجمعات رئيسية أو مجمعات مركزية للمخلفات ذات القيمة الاقتصادية المجمعات دي بتستخدم التطبيقات الزكية أو في تطبيق بعينه اسمه منصة بنك المخلفات المصري وذي منصة إلكترونية سهلة حالتك اللي عمل آه الحمد لله ذي منصة إلكترونية سهلة وسريعة الاستخدام بتتع خدمات كل المجمعات دي في أي مكان أي مكان إداري أو جغرافي هي فيه في كل وقت وفي كل مكان بتوصلنا للشلمول المالي بتوصلنا للرقمية وبتوصلنا كمان للأهم إن المجمعات دي تبقى سلاسل إمداد رئيسية للصناعة للطاقة للغزاء سلاسل أو مجمعات نقدر تكون في الريف المصري تقدر تكون في كل الريف المصري نقدر نخليها في أفريقيا بالكامل نقدر نكون إحنا كمصريين مسؤولين عليها في أي مكان هي تكون موجودة فيه في مصر في العالم كمنصة عالمية أو كمنصة دولية للتداول الآمن أو التداول الاقتصادي للمخلفات ما هي المنصة أكيد هتدير الفكرة بزبط لكن على الأرض بالضبط هو الموضوع هو المشروع بزراعين زراع ميداني هذا وزراع رقمي أو زراع إلكتروني الزراع الميداني هو المجمعات المجمعات دي بتستخدم أفراد ومتعهدين لتكون في النهاية سلاسل إمداد اللي احنا نتكلمنا فيه والزراع الرقمي اللي هو المنصة الإلكترونية اللي بتدير العملية دي بالكامل وبتعمل لها ربط بين كل الأطراف المهتمين أو المتداخلين سواء متعهدين سواء مصادر في الأول اللي هو مصدر المخلفات سواء منزل أو منشأة تجارية أو حيازة زراعية أي زراعة كل حاجة هو ده المصدر يتلو المصدر المتعهد أو المتعهد عملية الجامع الآمن أو الجامع الشرعي بشكل مقنن بيكون مرخص لهذا يعني الحذرك بتقوله ده مشروع ما ينفعش غير أن يكون مشوى قوم منهم درشة وللأسف هو من حسن الحظ أن احنا في دولة تتجه حاليا للشمولية في الحلول والمشروع ده احنا فكرنا فيه وعملنا تصميماته فعلا وشغالين فيه جزئيا في محافظة اللقصر من 2018 وعملنا تصميم الحذرك من اللقصر؟ من اللقصر أنا بحب تصميماته الله يحفظك شوفي أستيز عطاق بتكلم وانا قلبي انشرح شكرا أستيز عطاق شكرا أستيز عطاق